موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي وحشتونا جدا طبعا بعد الأجهزة الطويلة اللي انتوا قدتوها واصقين ان انتوا راجعين متحمسين جدا لكل ما هو جديد طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم التاني هنبدأ فيه ومعاكم مستر ديفيد اللي دايما معاكم في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع بعض دايما في كل الدروس اللي هنتكلم فيها عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا الطلبة اللي كانت معانا في الترم الأول عرفوا قد إيه إحنا استفدنا مع بعض وحققنا كل الأهداف وهنكمل مع بعض وهنبدأ النهاردة أول دروس الفصل الدراسي التاني الدرس الأول بتاعنا بعنوان المستكشف النشط تحت المحور التالت بعنوان المواطنة الرقمية بفكركم دايما إن احنا نكون محضرين ورق أو ألم وكتاب المدرسة وزي ما انتوا عارفين الكتاب بتاعنا في كل فصل الدراسي بيكون مقسوم لمحورين أساسيين كل واحد فيهم في 8 دروس والنهاردة هنغطي درسنا الأول مع مقدمة المواطنة الرقمية من صفحة 8 لصفحة 11 من كتابنا للمحور التالت وكل درس عندنا في المحور التالت بيقربنا أكتر من إجابة السؤال الكبير بتاعنا في المحور ده وهو كيف يمكن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تفيد حياتنا طبعا احنا عارفين ومتأكدين أن انتوا ممتازين جدا وكالعادة هتكونوا عارفين إجابة السؤال ده قبل نهاية المحور كمان واصق فيكم جدا وعارف أن كل حاجة هتتعرف في الوقت المناسب كل درس عندنا ليه أهداف وأهم حاجة تكونوا مركزين كويس في كل أهداف درسنا كل مرة لأننا هنشوف إيه الأهداف دي ونفهمها كويس ونرجع نبص عليها كل شوية ونشوف إحنا حققنا الأهداف بتاعتنا ولا لسه شوية على آخر حصتنا وخدوا بالكم كل شغلنا زي كل مرة هيكونوا على الشاشة اللي قدامنا يعني عايز عنيكوا دايما مركزة على كل حاجة بنقولها ومنتبهين لكل كلمة يا ترى طلبة الصف الرابع الابتدائي جاهزين للدرس الجديد؟ طبعا جاهزين ومتحمسين كمان تعالوا بقى نبدأ مع بعض ونشوف إيه هي مقدمة المحور بتاعنا طيب تعالوا بقى قبل ما نبدأ درسنا الأول ونخش في التفاصيل بتاعته نشوف إيه اللي موجود عندنا في الصفحتين اللي في الأول دول تعالوا نبص عليهم كده يا ترى مين دول؟ وإيه اللي بيحصل بالزبط؟ وهما بيعملوا إيه؟ طيب مكتوب هنا في كتابنا معلومة مهمة جداً عن التكنولوجيا الرقامية تعالوا نقرها مع بعض على الشاشة بيقول لي هنا تقدم التكنولوجيا الرقامية فرصاً جديدة كثيرة للتعلم والبحث والتواصل يعني التكنولوجيا دي هتساعدنا كتير أننا نتعلم ونبحث أكتر وكمان يمكننا الاستفادة من التكنولوجيا في معرفة الأخبار وده حقيقي طبعاً إحنا دايماً بنعرف الأخبار دلوقتي بسرعة جداً بسبب التكنولوجي وإنجاز المشروعات المدرسية كمان كل حاجة بنستخدمها في المدرسة بتكون عن طريق التكنولوجيا وتعزيز التواصل الاجتماعي يعني بنعرف أن احنا نتعامل مع الناس اللي حوالينا أنه نقدر نتكلم ناس كتير يعني وهو ده المقصوب به التواصل الاجتماعي في هذا المحور ستتعلم عن التأثير الإيجابي لطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلات مختلفة ومتعددة وعلى مختلف أنواع الناس ستبحث أيضاً في طرق تواصل متعددة وتتعلم اختيار الطريقة الصحيحة لكل موقف هنا بيقول لي أن كل الموقف اللي ممكن نعدي بيها بيكون لها طريقة مختلفة طريقة التواصل مختلفة يعني مثلاً يعني الكاميرا اللي موجودة على اليمين مثال على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعموماً التكنولوجي بتشمل حاجات كتير زي ملفات الميوزيك مثلاً للموسيقى والهواتف الزكية اللي احنا بنكون شايفينها برضو موجودة على اليمين اللي هو كان الرجل اللي ماسك الكاميرا زي الصورة دي كده طيب مستكشف المحور الجديد بتاعنا هو وليام تاينر وهو صانع أفلام وعالم في الأنثروبولوجيا طيب هو إيه الأنثروبولوجيا دي؟ بنقول دايماً على العلم ده إنه هو ليه علاقة بدراسة الإنسان ثقافي وتقني بيستخدم أنواع مختلفة من التكنولوجيا الرقمية وهو ده الشغل بتاعه يعني وبيبحث كمان عن إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المجتمع طيب دلوقتي احنا عرفنا الصفحتين اللي عندنا دول وتعرفنا على الشخصيات اللي موجودة والشخص العالم اللي هنتكلم عنه شوية في المحور بتاعنا تعالوا بقى نبدأ الدرس بتاعنا ونعرف عنوان درسنا النهاردة اللي بيقول المستكشف النشط طيب درسنا النهاردة المستكشف النشط الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن احنا هنعرف في نهاية الدرس ده تعالوا نشوف هنعرف إيه بالزبط في نهاية الدرس بتاعنا هنعرف إزاي نشرح كيف تساعدنا التكنولوجيا الرقمية في تسهيل المهام المختلفة وكمان هنشرح المفاهيم المفتحية للمواطنة الرقمية وهنوصف التكنولوجيا الرقمية وهندي كمان بعض الأمثلة عليها وما تقلقوش ما تقلقوش خالص كل ده فعلا هنقدر نعمله مع بعض طبعا أنتوا فاكرين أنه الكلام هيكون صعب علينا شوية لكن ده كله هنتعلمه سوى النهاردة في درسنا ودي فرصتنا علشان نعرف أكتر عن التكنولوجيا الرقمية وكل ما هو متعلق بيها ودي فرصة كبيرة للاستكشاف وكمان هنعرف أنواع تطبيقات لاكتشاف فواي التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا اليومية حلو جدا يلا بينا بقى نشوف إزاي هنحقق أهدافنا مع بعض تحت كلمة لنتفاعل معا هنا عايز نشوف الجزء ده كلنا ونشوف إحنا عايزين نستخدم أنواع مختلفة من التكنولوجيا الرقمية كل يوم زي إيه مثلا طيب وإزاي كمان بنستخدمها تعالوا بقى دلوقتي نروح على البورد نرسم الجدول بتاعنا ده ونشوف إحنا هنكتب إيه في العمود الأول والعمود الثاني هنعمل جدول متكون من عمودين يلا بينا طيب زي ما قلنا إحنا هنرسم جدول على البورد قدامنا وعايزكم تعمله زيه بالزبط متكون من عمودين أساسيين وهنعمل الخانة الأولانية اللي هنكتب فيها الحاجات اللي احنا هنقارن بيها يعني طيب أول جزء عندنا أنواع التكنولوجيا الرقمية وده هنكتبه في أول عمود أنواع التكنولوجيا الرقمية وهنا هنما بنتكلم عن الأنواع بتاعت التكنولوجيا الرقمية اللي احنا بنشوفها في حياتنا أو بنستعملها كتير وبنستخدمها كتير في حياتنا طيب بنستخدمها في إيه؟ يبقى هنكتب في العمود الثاني كيفية استخدامها نكتب كيفية استخدامها طيب تعالوا نشوف بقى أول مثال معنا طبعا كل ده بيقربنا للسؤال اللي احنا قلنا عليه أي أنواع التكنولوجيا الرقمية المختلفة تستخدم كل يوم ولأي سبب تستخدمها طيب إحنا عايزين نشوف دلوقتي زي إيه؟ زي مثلا التطبيقات اللي هي الأبليكيشنز يبقى هنكتب تحت أول عمود التطبيقات نكتب أول نقطة معنا التطبيقات طيب كيفية استخدامها؟ التطبيقات دي احنا هنستخدمها في إيه وإزاي؟ في تحديد الموعيد والحصول على الاتجاهات يبقى هنكتب لأول نقطة في تحديد الموعيد والحصول على الاتجاهات جميل جدا ندخل على النقطة اللي بعدها ممكن نقول مثلا مقاطع الفيديو على الانترنت يلا نكتبها مع بعض النقطة اللي بعدها مقاطع الفيديو على الانترنت طيب ندخل على العمود اللي بعده هنستخدمها إزاي؟ طبعا دي بنستخدمها في تعلم حاجات جديدة طول الوقت يبقى هنكتب دلوقتي لتعلم أشياء جديدة تمام ماشي ونجي لتالت حاجة معنا وآخر حاجة ممكن نقولها الهواتف الزكية اللي احنا كده كده بنستخدمها على طول طبعا هنكتب دلوقتي في تالت نقطة معنا الهواتف الزكية طبعا دي كلنا عارفينها اللي هي الموبايلات طب يا طرح دي بنستخدمها في إيه؟ الهواتف الزكية دي بتكون لإجراء مكالمات التليفون أو الرسائل النصية أو التقاط الصور يلا نكتب مع بعض إجراء مكالمات أو رسائل أو التقاط الصور هايلين جدا طلاب الصف الرابع اللي ابتدائي بعد ما كتبنا هتديكو دقيقة نكتب كل الحاجات دي اللي موجودة على البورد قدامكو في الكتاب بتاعنا يلا بينا ترجمة نانسي قنقر تعالوا بقى دلوقتي نرجع تاني ونشوف أكتر وأكتر هنا مكتوب وليم تاينر عالم في مجال علوم الإنسان الثقافية وخبير تكنولوجي وصانع أفلام وهو يستخدم أنواع مختلفة من التكنولوجيا الرقمية في جوانب متعددة من عمله كما يعمل على إيجاد حلول حقية للمشكلات فتستفيد المجتمعات المحلية من عمله يعتقد وليم تاينر أن استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية يساعد الناس على أن يصبحوا مواطنين رقميين نجحين وهو مقتنع بين التواصل الرقمي ومساعدة الناس على التواصل بعضهم مع بعض أمر مهم طيب يا طرى ده هيكون أمر مهم في إيه؟ تعالوا نكمل بيقولين هو ده أمر مهم في إيجاد أو لتبادل الأراء وتكوين علاقات جيدة وهنا هنقف لحظة ونسأل هو ليه بيعتقد وليم تاينر أنه يمكن استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية لمساعدة الناس في أن يصبحوا مواطنين رقميين ناجحين لأنه بيؤمن أن الاتصال الرقمي أداة فعالة بتساعد الناس في التواصل مع بعضهم البعض أنه هم يتكلموا مع بعض أو يتواصلوا مع بعض طيب ده شيء مهم جدا طبعا في حياتنا وطبعا كلنا بنبقى محتاجينه جدا في كل يوم طب تعالوا نكمل مع بعض يعمل وليم تاينر مع منظمات مختلفة تساعد الأفراد على التواصل مع أفراد آخرين أو خدمات يمكنها مساعدتهم وتحقق المنظمات ذلك ببناء أدوات رقمية سهلة الاستخدام وتطبيقات توفر للناس المعلومات التي يحتاجون إليها فإذا وجد أحدهم مثلا صعوبة في دفع فواتيره يمكنه استخدام تطبيق يحصل من خلاله على مساعدة من المؤسسة التي يرغب في الاستفادة من خدماتها طيب السؤال هنا بقى كيف تساهم المنظمة التي يعمل بيها وليم تاينر في تسهيل وصول الناس إلى الخدمات التي يحتاجون إليها المنظمة اللي هو شغال فيها دي يعني إزاي بتسهل كل الحاجات دي إزاي بتخلي الناس أنها توصل للحاجة اللي هم عايزينها بطريقة سهلة طيب المنظمة دي بتبتكر وبتعمل تطبيقات رقمية تساعد الأشخاص في الأثور على معلومات حول الخدمات المهمة بما في ذلك المساعدة الحكومية طيب تعالوا نكمل تتعدد الطرق التي تساعد من خلالها الأدوات الرقمية المواطنين المصريين في الصفر مثلا أصبح أسهل بسبب إمكانية حجز تذاكر القطارات والأوتوبيسات والطائرات عبر الإنترنت طبعا دي حاجة احنا عارفينها ولقد أصبح حجز التذاكر لزيارة بعض المواقع التاريخية والثقافية ممكن بالضغط على الاختيار المناسب لك كما أن وفرة من المعلومات أصبحت الآن بمتناول الجميع بفضل موقع بنك المعرفة المصري الرائع في الترم الأول نرجع كده بالذكرة شوية اتعرفنا على موقع بنك المعرفة المصري وإزاي الموقع ده موصوق فيه جدا وكل المعلومات اللي فيه مقدرة ومعروفة جدا وممكن أي حد يلجأ لها في أي وقت وتقدروا أن انتوا تعتمدوا عليها في حاجات كتير وجربنا كمان مع بعض قبل كده وعرفنا إزاي بنستخدمه وعرفنا أن المعلومات دي موصوق منها جدا 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 طيب تعالوا بقى دلوقتي نروح لجزء لناس تكشف تمام دلوقتي عايزين نشوف الفقرة دي مطلوب مننا فيها إيه عندنا هنا سؤال من كذا جزء بيقولي هنا لستوا بحاجة إلى أن تكون جزءا من مشروع تكنولوجي للحصول على الخبرة في مجال المواطنة الرقمية تشجع كل المدارس تلاميزها على تعلم كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وآمنة وذكية خدوا بالكو احنا عايزين نتعلم الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدنا في أن نصبح مواطنين رقميين ناجحين احنا عايزين نكون ناس شطرة يعني السؤال هنا بقى كيف يستخدم ويليم تاينر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تجعلهم مواطنا رقميا مع أكثر الأعمال التي أعجبتك من تجربة ويليم تاينر ولماذا؟ نقدر نقول أن ويليم تاينر بارع جدا شاطر جدا يعني في استخدام التكنولوجيا الرقمية وأنه بيتواصل مع الآخرين وبيساعدهم في الحصول على الخدمات اللي بيحتاجوا إليها هنا تكنولوجيا ساعدته في إتمام المهمة بنجاح كما أنه يتعاون مع منظمات لوقف انتشار المعلومات المضللة يعني لما يكون في حاجات مزيفة هو بيحاول أن هو يوقف كل ده وبما أننا في فقرة اللي نستكشف عاوزين نقول لكم على منصة اسمها البادلت ودي منصة جديدة أو مش كل الناس بتستخدمها ممكن من خلالها ترفعوا ليكم كل الصور اللي انتوا عايزينها وتنظموا كمان معرض كبير للصور بتاعتكم وكمان ممكن تجربوا هتلاقوا أن الموضوع ده سهل جدا والتطبيق استخدامه بسيط جدا جدا طبعا احنا عارفين أن انتوا عندكم حسابات تانية كتير ومواقع تواصل اجتماعي لكن حبينا أن احنا نتعلم حاجة جديدة ونتعرف على مواقع مختلفة ومنصات بنشارك فيها الصور بتاعتنا طيب تعالوا دلوقتي نروح لجزء لنراجع قبل ما سيبكم النهاردة حابب أني أطلب منكم أن احنا نقرأ الجزء ده مع بعض تحت كلمة لنراجع بيطلب مننا السؤالين فكر في أمثلة لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحياة اليومية وده احنا تكلمنا فيه وعرفنا أن تكنولوجيا المعلومات لها كذا شكل وكتابناهم كمان في الجدول بتاعنا وعرفنا هو إيه زي إيه طيب؟ تعالوا نفتكر مع بعض كده برافو التطبيقات وملفات الموسيقى والإنترنت ومقاطع الفيديو والهواتف الزكية كل دي أمثلة وليها عدة استخدامات في حياتنا طيب نروح بقى دلوقتي على تاني سؤال مكتوب عندنا مكتوب عندنا كيف يمكن للمنظمات والحكومات استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة المجتمعات المحلية السؤال ده مهم جدا جدا وتعالوا بقى نكتب الإجابة مع بعض كل واحد يكتب الإجابة بتاعته في الكتاب بتاعه تستخدم الحكومات أدوات التكنولوجيا لتساعد المواطنين للحصول على خدمتهم زي إيه؟ زي مثلا المواصلات المرتبات اللي الناس بتاخدها في الدولة الصحة والتعليم وغيرها إجزامبلس كتير وخدمات كتير كمان عندنا منظمات أخرى بتساعد على حل مشكلات المجتمعات وبتعرف المواطنين بالخدمة دي كمان جميل جدا طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف آخر جزء معنا في الدرس النهاردة آخر جزء عندنا بتاع التقييم الذاتي قبل ما نمشي عاوزكوا ترجعوا الأهداف الدرس وأنا عاوزكوا أنتوا اللي تقولوا مش إحنا وعلموا جنب كل جملة أنتوا شايفينها هل أنا كطالب أتقنتوا وتعلمت الأهداف دي كويس جداً ولا لسه شوية؟ وبكده نبقى خلصنا درسينا النهاردة وعايز أقول لكم أنه حياتنا فيها تفاصيل كتير والصعوبات اللي بتقابلنا محتاجة تفكير لازم نطور من حياتنا ونحل المشاكل ونكفي احتياجاتنا خليك واسق دايماً أنك قادر على كل تحدي وأنك فعلاً شخص مؤثر في المجتمع وعلى كل اللي حواليك فرحان بيكو جداً وفخور بيكو وعارف أن أنتوا قدهوا قدود أشوفكم الحلقة اللي جاية ودرس جديد مع مستر ديفيد فريد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة